بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبع سعادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني وكيل الأزهر نائبا عن فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله ورعاه المنصة الكريمة كل باسمه وقدره ومقداره السادة الوزراء والسفراء والعلماء الحضور الكريم السادة ممثل الهيئات والمراكز الإسلامية بالعالم ضيوف مصر الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في بداية كلمتي في هذا المؤتمر أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله على تكليفي بمنصب الإفتاء العظيم بجمهورية مصر العربية سائلني المولى تبارك وتعالى أن يرعاه وأن يرعى له وأن يستعمله فيما يحقق الصلاح للناس في الدنيا والفلاح في الآخرة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني على هذه المهمة الدينية والوطنية وأسألكم جميعاً الدعاء لي بظهر الغيب أن يرزقني الله عز وجل المدد والعون والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير كما أنه من الواجب أن أتقدم بعظيم الامتنان وجميل العرفان لفضيلة مولانا الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله على ثقته الغالية في ترشيح لمهمة الإفتاء الكبيرة وهو نعلم جميعاً بأنه يمثل عزة شيوخ الإسلام فقد اشتدت به عرى الدين واستحكمت في الواقع المعاصر أسأل الله العلي القدير أن يبارك في صحته وعافيته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين أصحاب المعالي والمكارم اجتماعون اليوم بمؤتمر ودارة الأوقاف المصرية الخامس والثلاثين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان المؤتمر الدولي الأول للوعظات دور المرأة في بناء الوعي يؤكد حقيقتين الأولى مدى إيماننا الجازم بقدارة المرأة بشكل عام والمرأة الواعظة والمتصدرة للفتية بشكل خاص في عملية بناء الوعي الديني والوطني ومحاربة الظواهر المجتمعية السلبية وكونها قادرة على أن تقوم بأعباء هذه المهمة الجسيمة الثانية حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الدينية والمجتمعية على تمكين المرأة المصرية وتفعيل دورها الحقيقي في البناء الحضاري والعمراني الذي تسعى إليه في الواقع وتستشرفه في المستقبل الحضور الكريم إذا فحصنا موقف الإسلام عن مهمة بناء الوعي وحسن الإدراك وكمال المعرفة لوجدنا تأكيده الشديد والمتكرر على أن الوعي الصحيح والإدراك السليم هو أساس البناء الحضاري والعمراني في هذه الحياة ومما يدلل على ذلك قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقوله تعالى ليميض الله الخبيث من الطيب وقوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين ووجدنا كذلك أيضا أن ذم القرآن للتقليد الأعمى في قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ هو في الأساس ذم لغياب الوعي وافتقاد الإدراك والفهم الذي من شأنه أن يجعل صاحبه رافدا للنبوة والرسالة معطلا لحركة الحضارة والعمران وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على بناء الوعي الحضاري والعمراني في المجتمع فكان يقول للصحابة الكرام رضي الله عنهم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل وكان صلى الله عليه وسلم يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي الصحيح للشريعة الإسلامية الغراء فمثلا عندما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وقارنوا بين عبادتهم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوا ما يصدر عنهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كما كان حريصا على تعزيز الوعي الوطني فمثلا نجده يبين قيمة الوطن وضرورة الانتماء إليه من خلال قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على تلمس الوعي وحسن الفهم من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حزيفة رضوان الله تعالى عليه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني الحضور الكريم لقد نظر الإسلام إلى المرأة باعتبارها راعية ومسؤولة عن رعيتها والمسؤولية عن الرعية لا تكون إلا في إطار بناء الوعي الرشيد والتوجيه الصحيح يدلكم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فتعهد المرأة زوجها وتعمل على إصلاح شؤونه وتقوم بتربية أبنائه تربية رشيدة مبنية على القيم والمبادئ الدينية والوطنية الصحيحة هو الأساس في بناء وعي سديد تقوم به المرأة زوجة وأما وأختا وبنتا وكذلك أسند الإسلام إلى المرأة دورا كبيرا ومحوريا في بناء الوعي الديني والوطني من خلال قيامها بواجب الدعوة إلى الله تعالى والنصح والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يشمل الرجال والنساء فكما أن الرجال يقومون بدور كبير في بناء الوعي من خلال الدعوة إلى الله تعالى كذلك النساء شقائق الرجال في هذه المهمة وقد اختصر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب موقف الإسلام من دور المرأة المحوري في بناء الوعي فقال إن شريعة الإسلام هي أول من ينسب لها فضل السبق في تحرير المرأة وإن القرآن الكريم هو أول كتاب إلهي رد إلى المرأة كرامتها ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحوري في صناعة المجتمعات وسياغة الرجال أصحاب المعالي والمكارم إذا كنا اليوم نشدد على دور المرأة الواعظة والمتصدرة للفتية في بناء الوعي ونتباحث أدوارها الفعالة في الحفاظ على الوطن واستقراره يجدر بنا أن نشيد ونحتفي بالمرأة المصرية الريفية وهذا الدور الفطري الرشيد الذي قامت به في بناء الوعي وتربية أجيال واعية على مر العصور كانت لهذه الأجيال جهود مبزولة وملموسة في الحفاظ على سلامة الوطن واستقراره وحري بنا كذلك أن نتمثل تلك المرأة صاحبة الوعي الفطري أموزجاً حضارياً دائماً للمرأة الوطنية المشاركة في البناء الوعي والتنشئة السليمة على القيم والمبادئ الدينية والوطنية وأن نعمل على تخليد ذكراها قدوةً حسنةً للأجيال الناشئة في الواقع والمستقبل وهذا من قبيل العرفان بالجميل والامتنان بالفضل لأهله الحضور الكريم لقد قامت دار الإفتاء المصرية ببناء الوعي الديني والوطني منذ نشأتها حتى الآن جنباً إلى جنب الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية فقد بذلت جهوداً حثيثة في تعزيز المفاهيم الصحيحة للقضايا الدينية والوطنية حتى أصبحت وبحق أموزجاً فريداً يحتذا به في هذا المضمار وأهم ما يميز دار الإفتاء المصرية هي الصناعة الفقهية الدقيقة المبنية على الوعي الرشيد الذي يراعي تحقيق المنات وتقدير المآلات وإعمال الموازنة بين الواجب والواقع وضم النظائر واستخراج العلل وملاحظة الإشباه وتتبع المعاني ونبذ التعصب والتقليد ومراعاة مقصود الشارع الحكيم إلى غير ذلك مما تقوم به الدار بوعي الرشيد ويقظة تامة في التكييف والتأصيل للقضايا والمسائل ويمكننا أن نعدد بعض جهود دار الإفتاء في تعزيز الوعي على النحو التالي إصدار الفتاوى المنضبطة التي تعبر عن صحيح الدين تجشين البرامج التعوعية في قضايا الأسرة والمجتمع التأليف والنشر لأهم القضايا الجدلية والشائكة إصدار البيانات الدينية والوطنية التي حسمت مسائل التطرف والإرهاب القدرة على التماهي والتكييف مع مستجدات العصر الحديث بما لا يخالف الثوابث الدينية تقديم خطاب إفتاء معاصر وسط ومعتدل قادر على مواجهة التطرف والإرهاب وفي الوقت ذاته يسهم في البناء الحضاري للدولة المصرية التعاون والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني لسياغة خطاب طوعوي رشيد للشباب والمجتمع عقد المؤتمرات الدولية المتنوعة التي تعالج أبرز وأهم القضايا المستجدة في الواقع وغير ذلك من الجهود التي قامت بها دار الإفتاء المصرية ولا ذالت تقوم بها حتى الآن ويجدر بي وأنا في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العلام الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام حفظهم الله على ما قام به من أدوار ملموسة ومحورية في العمل والمشاركة في صناعة الوعي عند التصدر للفتية في الواقع المعاصر أصحاب المعالي والمكارم الحق أقول لكم إن حرص المؤسسات الدينية في مصر ممثلة في الأظهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء على تجديد الخطاب الديني المعاصر وتأهيل المرأة الواعظة والداعية تأهيلاً متميزاً من خلال الضورات التدريبية والتأهيلية لهو دليل واضح على تمتعها بالوعي الديني الرشيد والوطني العميق الذي يدرك متطلبات الواقع المعاصر ومستجداته ويستفيد من جميع الطاقات المجتمعية ويفهم النصوص الدينية والتراث الإسلامي فهماً يوازن فيه بين المصالح والمفاسد ويعمل على إنزالها على الواقع المعاصر تنزيلاً سليماً استطاعت من خلاله تصحيح المفاهيم المغلوطة وأخيراً أقول وأنا في هذا المقام أود أن أشير إلى بعض الأمور المهمة على النحو التالي أولاً أحزر من الوعي المزيف الذي يلبس الحق بالباطل ويتزيى بلباس الفكر والثقافة في الظاهر لكنه في الباطل يسعى سعياً حسيساً إلى التشكيك في الثوابت الدينية والوطنية ويعمل على أن يقوم بهدم ما أجمعت عليه الأمة واستقر عليه أمرها منذ العهد النبوي وإلى يوم الناس هذا وهذا المزيف قد ظهرت بصببه بعض الأفكار والمذاهب الإلحادية واللا دينية التي تحاول أن تستقطب شبابنا وبناتنا بشتى الطرق والوسائل وتوقعهم في حبائل الإلحاد والإباحية وكان التطرف الديني والتشدد عكاساً لإغراقه الشديد في التطاول على الثوابت والأصول الدينية ثانياً ضرورة الوعي المؤسسي الذي يظهر فيه التكامل والتكاتف بين المؤسسات الدينية والمجتمعية بشكل كامل وممنهج يتضمن استراتيجية واضحة محددة المعالم بعيدة عن الفردية أو العشوائية ونحن في دار الإفتاء المصرية بدورنا نعمل على هذا التكامل والمشاركة برعاية الدعولة المصرية وتحت مظلة الأزهر الشريف وبمشاركة وزارة الأوقاف المصرية لأن هذا من أوجب الواجبات ومسئولية وأمانة ثالثاً أوصي بناتي وأخوات الواعظات في المؤسسات الدينية بأن يأخذنا الأمر بقوة فيحرسنا على الجد والاجتهاد في المشاركة الدينية والوطنية في بناء الوعي وأن يصرفنا في ذلك العناية التامة وأن يستنفزنا الجهد قدر الاستطاعة في تقديم خطاب ديني رشيد رابعاً أؤكد على أهميتي وتعزيز دور الدراسات النظرية المؤسسة لدور المرأة في بناء الوعي وهذا الأمر يجب أن تتكاتف وتقوم به الجامعات والأقسام العلمية الأكاديمية فنحن بحاجة ماسة إلى هذه الدراسات خامساً أدعو جميع الحاضرين بضرورة الإفادة من تجربة الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية والمجتمعية في بناء الوعي الرشيد في المجتمع والاهتداء بخطتها الفريدة في تمكين المرأة والعمل على تعزيز دورها في المجتمع بشكل واضح وبناء وأخيراً أؤكد على أن البناء الصحيح لا يتحقق إلا بوعي الرشيد وهذا الوعي الرشيد لا يتحقق إلا من خلال امرأة طرع الحقوق وتدرك المسؤولية وخير شاهد على ذلك هذه المرأة الفلسطينية التي قدمت النفس والنفيس والغالي والسمين خدمة لدينها ووطنها وكل ذلك من خلال غرس الوعي في نفوس أبنائها أشكر لكم حسن الاستماع وجميل الإنصات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته